اشتركوا في القناة كانت مثار نقاش كبير حتى يومنا هذا طبعا نشأل المناهج بشكل عام نشأة غربية ثم تم استيرادها أو تصديرها من قبلهم إلينا بلاد المغرب العربي نظرا الاحتكاك بالغرب والثقافتهم ولغتهم الأجنبية الجيدة كانت تظهر عنا هذه المناهج من خلالهم من خلال بداية عن بعض البحوث ثم الكتب تتحدث عن ذلك كمان كان فيه من مصر وغيرها من المنيوية تحدث عنها صلاة الفضل في المغرب كانت جميل حمداوي وغيره من الناس الكتير نادت في هاي المناهج بشكل عام تحدثت عنها الغدام بالسعودية تحدث عنها الفكرة أن المنهج البنيوي من المناهج التي أثارت الكثير من البحوث ناشئة المناهج البنيويه مهمة البنيوية ببدايتها ظهرت مطلع القرن الـ 20 ضمن حق العلم النفس يعني الأساس كان في علم النفس ولكن الظهور الحقيقي كان إلى فتصف القرن العشرين بعد ظهور الوضع الذري أو الحديث عن الظرة والبنية وغيرها في العلوم فكانت هذه نقطة فجرة العالم في كل المناحة فكانت في العلوم سواء الأدبية أو التطبيقية وغيرها نحت منحة أن تأخذ في هذه الفكرة وتبحث فيها ضمن علومها بعد أن ساد العالم الغربي في داية القرن العشرين وانتغذى وانعكس على تشضي المعرفة تفرعها إلى آخره كان فيه عندنا شعور بالضياع والعبثية وغيره أبرزت الأصوات ناضي بالنظام الكل المتكامل وتناسق الذي يوحد ويربط العلوم بعض وبعضها فتأثرت طبعا الأدب بهذا الشكل واصبحت الرؤية تتجه نحو فكرة الغر أو البنية في النخص الأدبية وفي التعامل معها فالبنيوية على ذلك عرفت على أنها منهج نقدي يعتمد على قراءة النص وفق مبادئ وأسس مضبوطة إذ ينظر هذا المنهج إلى النص على أنه بنية كاملة لها قواعدها التي تنظم عناصرها الخاصة على نصق واحد وتستقل دلالتها عن الخارج فالمفاهيم والأفكار والدلالات تستخرج من خلال قراءة النص هذا نوضح حتى بعد شوية أنه ليش تستقل دلالتها عن الخارج وأنه المفاهيم والأفكار تستخرج من خلال قراءة النص لأنه البنيوية من المناهج الحدثية اللي كانت مصار جدل بسبب منادتها في موت المؤلف أنه النص منغلق على نفسه يعني إحنا بناخدش أي دلالة من خارج النص يعني لا دلالة إلى علاقة بحياة الشاعر أو مناسبة النص أو الظروف الاجتماعية أو الآية المحيطة أو الزمن أو المكان اللي انكتب في النص مبادئ البنيوية تقوم على أن الأدب نص مادي تام منغلق على نفسه كما ذكرنا فتتم دراسة الأعمال الأدبية في ذاتها بغض النظر عن العوامل والظروف المحيطة بها فالنص الأدب يقائم على كلماته جمله ونغلق في وجه التأويلات كلها التي تعطيه أبعادا تاريخية واجتماعية ونفسية ثاني إشي أنه اللغة هي التي تتكلم وليس المؤلف حيث قامت هذه المدرسة على الفكرة التي نادت من موت المؤلف كما سبق وذكرنا ليبقى الدورة على القارئ في فهم سياقات النصوص والوصول إلى ذلك لابدنا نعيد هذه المبادئ لنحكي بشكل عام إنهم بعتبروا إنه أنا بين إيدي عمل أدبي أنا ما بنظر خارج طار هذا العمل لا بهمني حتى إسم المؤلف اللي كتب النص أنا بدي أحكم عن النص منه بذاته بتطلعش لا سياقه الاجتماعي لا الفترة الزمنية لا المكان اللي كتب منه النص سواء إش بعاني ظروف اجتماعية يعني لو مثلا المكان كان عبارة عن فلسطين فقموا وفيها أحداث وفيها حروب وفيها وضع خاص بالنسبة للاحتلال وغيره ما بهمه للكاتب مع إنه طبعا هذا جزء كبير من مفاتيح النص طبعا هان كان مثال الجدل حنحكي عنه لما نحكي عن العلوب بس عشان ما نثبقش بالنسبة للغة هي التي تتكلم نفس المؤلف نفس الفكرة إنه منغالق على نفسه اللغة هي إن كتبت بعتبروش إنه المؤلف المؤلف خلاص مات أنا بتعامل مع اللغة بتعملش مع المؤلف بهمنيش مني الكتب بهمي اللغة إش ده تعطيني أبداع أبداع أو أمور أو غيره أو شو بتحكي كمان مبادئ البنيوية إنه هذول المنضئين الأساسيين بس تقوم كمان البنيوية كمال أسلوبية على دراسة جميع مستويات الخطاب وذي يحسب لها طبعا من الجانب ولكن لو بعد في البنيويات يعني نحكي طبعا إنه المنهج البنيوي نتيجة لهذا المثار الكبير ظهرت منهج بنيوية أو نقول صار عندنا اتجاهات في البنيوية منها البنيوية الشكلانية وغيرها وطبعا في منها صارت إلها صداء بعيدة عن موت المؤلف إحنا محكيش بموت المؤلف طبعا ما صار الجدل عند العرب كان بسط موت المؤلف لأنه النص الكرآني أول مؤلف أو أعظم مؤلف في تاريخ البشرية هذا كلام الله طبعا إحنا محاشا لله من قول موت الكاتبه المهم تقوم البنيوية كما الأسلوبية على دراس جميع المستويات فتدرس في المستوى الصوتي نفس اللي حكي نهفل طبعا في الأسلوبية بتدرس في المستوى الصوتي أصوات اللغة تكوناتها رمزياتها مصيفة تنغيم نبرع إيقاع طبعا اللي حكينا من اللي هو عن دراسة الأفعال ومشتقات وغيره في المستوى النحو يدرس تنظيم الكلمات وتركيب الجمل وتأريفه وخصائص الدليلية والجمالية طبعا مننظر في الأساليب الانشائية مننظر في أي وما أكثر الأسماء أو الأفعال الجملة الإسمية والجملة الفعلية الفعل الماضي والفعل المبارع والأمر كل هاي الأمور في المستوى الصرفي مندرس الكلمات والبنى اللفظية لها ووظيفة تكون لغة وطبعا إذا فيه صيغة معاية ترددة نبرز ليش ترددة تجدخلها نفسيا أو دلاليا أو محدة تركيبيا نحويا نشوف إيش الأسباب مستوى الدلالي يقوم بدراسة تحليل المعاني المباشرة وغير المباشرة طبعا في عنا قصدنا أنه فيه رموز فيه كلمات عادية في عنا تناصف في عنا غيره طبعا ننظره هنا كمان الصور طبعا هنا عنا البنيوية تهتم بشكل كبير بمصطلح الانزياح اللي سمقه ذكرناه في الأسلوبية لكنه ركز من ركائز البنيوية اللي هو الانزياح طبعا في كل أنواعه ففيه ممكن ندرس الدراسة بدلا ما نكتب المستوى الصوتي نكتب الانزياح الصوتي الانزياح النحو الانزياح الصرفي الانزياح الدلالي وغيره طبعا ندرس مثلا في الانزياح الدلالي التناصب وعد انزياح طبعا كبير الرمز الاستعارة الكناية المجاز طبعا استعارة مستوى الصوتي كثير من الأمور اللي بتجي في المستوى الصوت بتعتبر انزياح يعني تكرار معي تركيز على مشطق في المستوى النحوي مثلا التقديم والتأخير طبعا سبق وحدثنا الحزف والذكر الاعتراض والالتفات هذي بتكون كثير منهم في المستوى البنيو وبتتعامل معها على مستوى الانزياح برتكزات الدراسة البنيوية الأهم ما تتناوله البنيوية أنا نحكي عنه موضوع ثاني غير الانزياح في حاجة اسمها الثنائية الضوذية وتعرب بعناها مجموعة من الثنائية المتشابكة والمتقابلة تنعكس على شبكة العلاقات فتحيلها إلى مجموعة من الثنائية الخالصة مثل الحياة الموت الفرح والحزن الخير والشار الأنثة والذكر ممكن يكون المرأة والرجل السواد والبياض كثير من المواضيع بتعتبر البنيوية ان الثنائية الضوذية موجودة في كل النصوص الأدبية لكن على تفاوض بعض النصوص تبنى على هذه الفكرة لأن الحياة بشكل عام أو بأساسها بجوارتها سبحانه وتعالى خلقها على هذه الثنائية الضوذية فبتعتبر مرتكز من مرتكزات الدراسة البنيوية وتكون مفتاح لتحليل النص تحدث بعد ذلك عن رسوم الأشكال الفيلم الموية يعني بالدراسة البنيوية التسقط فيها أنه طريقة التحليل لازم يكون معها رسوم وأشكال بتوضح هذا التحليل أو توضح مع المكون النص أو كيف يرتكز النص خاصة في السماعية الضوذية تعتبر بقرة دلالية لو بنعمل هاي نموذج للرسوم تحليل بنيوي طبعا برجع لأي حدا ممكن يكون بكذا شكل ممكن يكون بهاي الطريقة نقول مثلا لو نحكي عن السماعية الضوذية نحكي الحق مقابله الباطل الحياة والموت الإجاب السلب الفرح الحزن أو نعملهم بهاي الطريقة هذا بيكون تبعا للنص اللي توفر عمامنا بس هيك شكل من أشكال بسيطة موجودة في عنا أشكال كثيرة أبدع فيها من الكتاب طبعا بعضها استصعبها وبعض الطلبة ولكن هي الفكرة الأساسية فيه أنه هي أنت بتخضع لرؤيتك ممكن أنت تعمل أي شكل ممكن تعمل جدوى ليكون واضح بس أنه أنت فاهم الفكرة الأساسية فتوضحها من خلال رسمة أو جدوى أخيرا أخر إشيء بنا نتحدث عنه ومسابق يعني خلال الشرح بينا يوم أخذ أو عيوب المرنوية طبعا اللي المبادئ اللي تبنت عليها والمحددات تبنت عليها هي كانت مثار الجدل والنقاش ولهي انغلاق النص على نفسه وموت المؤلف طبعا إحنا ما بنقدرش نلغي المؤلف خالص بعد كتاب يعني وظيفته مش كتابة العمل بعدها نعتبره مات لأنه هو إله هو اللي صنع هذا العمل المفروض أنه تكون كل المتح وكتاء والثناء عليه تاني إشيء انغلاق النص على نفسه طبعا صعب لأنه كتير من المحددات الاجتماعية أو النفسية أو الزمنية أو المكانية أو غيرها بتكون عبارة عن مفاتيح وإشارات لفهم النص مشهورة كبيرة وعدم تأويله في اتجاهات أخرى طبعا أنه القول بعدم التأويل لا إحنا ما بنقدر نأور النص في حدود المعطئ لنا هذه بتصير في أمور نادرة أو تعامل طلابي أما لنقد القسم منه حكم على نص لازم يكون في انفتاح النص بالعكس وعدم نوت المؤلف وهاي كانت هي العيوب أعطيكم ألف عافية شكرا لكم نلتقي بمنهج جديد ترجمة نانسي قنقر